انضم الاهلي من الدور البرتغالي لعب في الدور الاسباني والتركي والصيني لحد ما وصل بالحال للعب في الدور الاسرائيلي كان احد افشل الصفقات في تاريخ الاهلي ورحل بعد اربع شهور فقط حالتنا النهاردة عن المهاجم الناجيري هنري مكنوة الشهير بماكي هنتكلم ازاي انضم الاهلي وقدميه وراح فين بعد الاهلي وليه لعب في الدور الاسرائيلي وحاجات كتير جدا هنسترجع بقى الزكريات فواحد اللي اصل لعنا بعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة ماكي كان اللاعب الافريكي اللي كانت مسيرته صغيرة جدا في الملاعب وده رغم انه لعب ما عنديها كتير ودوريات مختلفة بدأ في ناجيريا وانضم الارايو فاليكانو الاسباني وكان بيلعب في قطاعات الناشئين ثم ينتقل الدور البرتغالي ويلعب باكتر من نادي ابرزهم جيل فيسنتي ثم الارابيب بوخاريسة روماني ومنها للنصر السعودي ولعب مباراة واحدة فقط وتم فسخ عقده علشان في موسم الفين واربعة الفين وخمسة ينتقل للاهلي على سبيل الاعارة لمدة اربع شهور مقابل تلاتين الف دولار ما كانش حد يعرف عنه حاجة وفي الوقت ده جوزي كان عينه على فلافيو ولكنه خد التجربة مع مهاجم متمارس في اوروبا وقتها ماكي شارك لأول مرة مع الاهل أمام الاتحاد في شر الثاني وكان الاعلي وقتها خسران واحد سب وبعدها الاتحاد بيسجل الثاني علشان يظهر ماكي ليسجل هدف للنادي الاهلي ويصامفر منترات الاهل وقتها لأن المباراة تعيت ثلاث اثنين لصالح النادي الاهلي ما كان هنكمل كده النادي الاهلي بنفس التشكيل اللي في الملعب بقى الشكل غريب جدا للنادي الاهلي لينه فرد عليه وليه دف الأول وماكي واماكي ماكي ماكي يا السلام عليك يا ماكي وماكي فعلا في المباراة دي قدم اداء جيد جدا وسجل هدف ممتاز يدلن ومهاجم عنده امكانيات يقدر يضيف للنادي الاهلي. ولكن بعد كده التوقعات كانت كبيرة جدا. وماكي ما قدرش يقدم المستوى المطلوب منه. علشان بعدها ما شاركش مع الفريق بشكل كبير. وكان بيشارك في اجزاء صغيرة جدا من بعض المباريات. وبشكل عام ماكي لعب مع الاهلي تسع مباريات. سجل هدفين واحد قدام الاتحاد. والتاني امام الطيران في كاس مصر. الهدف اللي قدامك ده. و يعد كسله. يعد كسله. يعد كسله على عرضية وتعدي. تعدي السهلة وتروح ليه ماكي هنري. ويحط الهدف الاول للنادي الاهلي. هنفتتح لهدف في هذا اللقاء ماكي. وهدي ايضا النهاردة ماكي هنري. وبعد نهاية تعاده جزيز تغنى عن اللاعب للتعاقد مع اماده اللاعب اللاعب اللي كان يتمنى ينضم للنادي الاهلي من فترة كبيرة. وكان متابعه بشكل جيد. وطبعا كلنا عارفين ان اللي حصل بعد كده. وفلافيو اصبح واحد من اعظم اللاعب الافارقة اللي مروا في تاريخ الدور المصري بشكل عام. المهم تعودنا ان اي حد بيخش الاهلي لازم يخرج ببطولة. علشان كده ماكي مع الاهلي قدر يفوز ببطولة الدوري في فترة صغيرة جدا لعبها. في تسعة مباريات فقط. من وقتها ماكي انتعل لأكتر من دوري. والخطوة الاولى كانت في الدور السقيوني. من بوابة نادي مكابي تل ابيب. وده البتل التاريخي لولاد النادي. علشان بعد تلاث مباريات فقط يدرودون من الفريق. خوان اولاد. وبصراحة هو يست المهم بعدها ينتقل الى جرتنا لسكوتلندي. ولقى تلاتاشر مباراة وصنع تلاتة اهداف. واخيرا انتقل لدور الاندونيسي ودور الملطي وقتها. وكانت مسيرة فعلا غريبة جدا. وحاليا انبطل كرة وبيدرب في الدور الناجيري. ولكن ارقامه على مدار مسيرته بحسب كانت غريبة بالنسبالي. ازاي مهاجم يلعب اتنين وستين مباراة فقط على مدار مسيرته. مش بس كده. كمان سجل ستة اهداف وصنع اربعة. منهم تلات مساهمات مع الاهلي. بزمتك. دي ارقام لعب كرة قدم. المهم فعلا دل حاصل. والارقام دي بحسب ترانسفير ماركت بأكدها تاني. وفعلا ماكي كان واحد من اسوأ اللاعبين اللي مروا في تاريخ الاهلي. وفكرة التعاقد معه كانت كرسى من وجهة نظري. ولحد هنا صديقي انا خلصت كلامي. وانتهت واحدة من سلسلة حلقات نجوم مرة من هنا. عاوزة بتقولي في الكومنتات تحت. توقع الحلقة اللي جاية تكون عمين. وقول لي برضو هل انت عصرت ماكي مع النادي الاقل ولا لا? وطبعا هتقول لي رايض في مسارة اللعب وامكانياته. واخيرا اتمنى بلما تفل الحلقة ياريت واحد الله لا اله الا الله. وتصال على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام. واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. هو هتنسى تعمل لايك وفورل الصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها طفان اهلاوي. نتقابل بخير. سلام.